اهلا وسهلا بحضراتكم وستوديو تحليل جديد في استاد الأشبال النهاردة معنا مباراة الأهلي وبتروجيت موليد 2005 في بطولة الجمهورية بنرحب ضيوفنا الكرام نجم الأهلي الكبير الكابتن محمد حشيش من نورنا كابتن حشيش أهلا بيك أوسامة وأيضا ضيف الاستوديو التحليلي الدكتور أحمد سابت من نورنا دكتور أحمد نرحبك يا كابتن أسامة وتحياتي لحدك وتحياتي كابتن محمد طبعا لكن قبل ما نتكلم في ماتش النهاردة حابب أوجه التحية لجمهورنا العظيم في السعودية وفي الكويت وفي كل مكان صحيح هو ده الأهلي هي دي سر عظمة الأهلي عظمة الأهلي في جمهوره العاشق وبعد كده بتسألوا ليه الأهلي بيحقق أرقام كبيرة من الرعاية ده نجاح كبير والسر في التفاصيل السر في تاريخ الأهلي وانتصاراته وجمهوره ومجلس إدارته الواعي اللي دايما نعينه على مصلحة الكيان وعلشان كده بنلاقي عقد رعاية تاريخي جديد للقلع الحمراء عاوزين تعرفوا ليه الأهلي بيعمل عقد رعاية بمبالغ ضخمة بصوا على جمهوره وانتو تعرفوا بصوا على تاريخه وبطولاته وإنجازاته وأرقامه بصوا على النجوم اللي على شعاره بصوا على وجوده وسط الكبار في بطولات العالم هو ده الأهلي وعظمة الأهلي الأهلي لما بيلعب في اليابان بتلاقوا جمهور الأهلي متواجد الأهلي لما بيلعب في الإمارات بتلاقوا جمهور الأهلي متواجد الأهلي لو طلع لعب على الأمر وروحنا الأمر هتلاقوا جمهور جمهور للأهلي هناك هو ده الأهلي وسر عظمة الأهلي شوفوا اهتمام كل الناس بعق رعاية للأهلي اهتمام بيعكس قيمة الأهلي وعلشان كده لازم نساند الشركات الرعية للأهلي اللي شافوا في آخر يومين مدى تأثير وشغف جمهور الأهلي أنا فخور بجمهورنا اللي بيقدم عظمة في كل مكان وفي كل موقف فريق كرة اليد بجمهورنا العظيم بيقدموا ملحمة حقيقية في السعودية في بطورة سوبر جلوب فوز تاريخي على واحد من أهم أبطال أوروبا فريق بالفيكة البرتغالي وبعد شوية النهار ده الساعة خمسة كل أعين جمهور النادي الأهلي في كل مكان هتكون مع مباراة الأهلي مع ماجد بيرد بطل ألمانيا وحمل اللقب تعظيم سلام لكل عاشق لكيان الأهلي العظيم فعلا الأهلي كيان وضرابه هايقول لك واسع للحق وتفايا على الأهلي كل أهلي ضغطوا من أول الصد الأهلي كيان ومكان بالأهلي في كل زمان بالأهلي في كل زمان كيان الشياطين الأهلي هايقول لكيان موسيقى موسيقى الأهلي معود كما هيرو على رفعي من الناس وعلى النصر اشهل يا تاريخي من الأهلي ده الإسم اللي مشهر في مصر الأهلي في دم اللي حفه موسيقى أهلا بحضراتكم مرة تانية وتحليل فني لرقاء الأهلي وبتروجيت موليد 2005 كابتن حشيش فكرة زاعة المباريات لسه مستمرة على قناة الناد الأهلي للسنة الثالثة لكن النهاردة لأول مرة هنزيع مباراة لفريق موليد 2005 طبعا دي حاجة تحسب بضو للقناة والستوديو التحليل بينوع مش ماسك مركز يحمد على فريق أو على عمره معين لا احنا على طول يعني السيدو اللي بدأناه كان 2001 وده 2005 ونتم طبعا إن شاء الله بإذن الله بكل الموليد عشان الناس تعرف يعني تقريبا القطاع كله عامل ايه وماشي ازاي والعناصر الموجودة وده بحافز برضو المعظم اللعيبة وكل اللعيبة في القطاع ما بقاش قصر بس على فرقة معينة كان الأول مسأل فريق اللي تحت الدرجة الأولى عشان هو من الأهمين الناس تعرف اللعيبة اللي ممكن يستعين بها الدرجة الأولى إنما دلوقتي كل الفرقة والحمد لله أنا شايف يعني عناصر مبشرة في كل منتبعاتي للأعمار كلها والقطاع في لعيبة مبشرة كتير جدا جدا وهتشوف منها النهاردة بإذن الله فريق 2005 اللي هو بنبدأ أول مباراة معه النهاردة ومصادفة أنها جات برضو بيترو جيت زي الاستوديو اللي فات كان برضو النادي الأهلي مع بيترو جيت وكسب يمكن فقل حسن إن شاء الله النهاردة برضو الفرقة تكسب دكتور أحمد برضو بنساهل المهمة على الجهاز الفاني لفريق الأول هم عاديين في الجزيرة دلوقتي في التمرين يفتح التلفزيون يتفرج على مباراة الأهلي وبيترو جيت ويبدأ يتابع فريق 2005 خاصة 2005 بتتكلم في لعب عنده 17 سنة على أعتاب الدرجة الأولى طبعا متابعة المباراة ووزعة المباراة دي حاجة مهمة وبرضو احنا بنزيع عزانا 2001 و2003 و2006 وبنزيع النهاردة 2005 يعني أنت بتتكلم في أربع فرق لغاية اللهم الفرق الأساسية دلوقتي القامل الأساسي بتاع قطاع النشين 2001 و2003 2001 اللي هو سن المنتخب الأولمبي وده برضو بيأكد أن النادي الأهلي عنده عناصر مبشرة كتير النادي الأهلي عنده ده حاليا عشر لعيبة في المنتخب الأولمبي عشر لعيبة منهم تمانية في الفرقة واثنين معاريد في 2003 برضو عندنا عناصر كتير عندنا 2006 عندنا سبع عناصر في منتخب الشباب هتتفرج على الفرقة هنشوف عناصر جديدة وفي نقطة مهمة كمان التدعمات يا كابتن أسامة اللي النادي الأهلي عاملها نتكلم عليها بالدوات النهاردة ده الأسبوع الخامس في بطولة الجمهورية هنشوف مع بعض دواتي على الشاشة مباريات الأسبوع الرابع من دوري الجمهورية موليد 2005 وفي الجولة دي كانت عادل النادي الأهلي مع بيراميدس التعادل السلبي في جماحة هنشافينه ده محضراتكم الجولة الرابعة فاز إمبي على سرميجة 2-0 وفوز فاركو على بيترو جيت 1-0 وتعادل السلبي الأهلي مع بيراميدس رغم إضاءة النادي الأهلي اللي ركل الجزاف السواني الأخيرة لعبدالله بستنجي فوز المصر على المولين العرب 2-1 وتعادل إجابي للاتحاد مع الزمالك 2-2 وفوز الإسماعيل على فيوتشر 1-0 وفوز سموحة 2-1 على غزل المحلة وتعادل السلبي البنك الأهلي مع زيد 0-0 ووادي دجلة يفوز على طلع الجيش 2-1 مباراة الجولة جولة اليوم في الأسبوع الخامس من دوري الجمهورية الأهلي هيلاقي بيترو جيتها على ملاعب الناشئين في مدينة نصر المقاولين أمام بيراميدس فاركو أمام إمبي ودي دجلة أمام البنك الأهلي وزيد أمام غزل المحلة واسموحة أمام الإسماعيل فيوتشر أمام التحاد السكندري والزمالك يواجه المصري وطلع الجيش يواجه سيراميكا كليو باترا كابتن حشيش شيء جيد لما نشوف قطاعات ناشئين من القسم الثاني اعتذار أحد من القسم الدوري الممتاز شايف وأنا بقول بيترو جيت وزيد موجودين في جدوى للمسابقة شيء برضو جيد أن حافز قطاعات الناشئين من القسم الثاني اكتشاف عدد أكبر من المواهب يعني الحقيقة كنت أتكلم مع كابتن ياسر راجب قبل الستوديو وقال إحنا كنا حرسين كابتن ياسر راجب ده مدير قطاع الناشئين جيت طبعا هما يتبعوا طبعا منطقة السويس والفريق بتاع النهاردة بالمناسبة اللي هو الالفين وخمسة ده حصل على بطولة منطقة السويس السنة اللي فاتت وفي عناصر هنتكلم عليها عناصر كويسة بس الحقيقة هما كانوا حرسين أن هما يحاولوا يشتركوا في بطولات الجمهورية ومع منطقة القهيرة طبعا لأن بيبقى طبعا منافسات منافسات أقوى من المنافسات اللي هي موجودة عندهم اشتركوا بتلات أعمار جمهورية ممتاز ألف والجمهورية به والحقيقة يعني عشان يقدروا يعني أقل عشان نقدر نحكم على اللعيبة ونقيم اللعيبة اللي احنا برضو بنبص عليها للدرجة الأولى طبعا الفريق عمل مغمورات كويسة ترتيب برضو مشوحش يعني بكبداية إنما لو هتكلمنا على طبعا فريق النادي الأهلي الأربع متشاط اللي لعبهم لما يفوز على الإسماعيلي في أول مباراة في أول لقاء ثلاثة واحد بعدين يتعادل مع الاتحاد واحد واحد وبعدين مع المصري ثلاثة واحد والمصري بالتحديد لازم نقف عند المباراة يا كابتن أسامة لأن النادي الأهلي كان في الشوط الأولين مغلوب واحد صفر وسامر عمل أربع تغييرات من بداية الشوط التالي يعني عشان يضيف قوة طبعا هجومية للفريق ونزل الوافد الجديد اللي هو جاي من المقاصة اللي احنا هنشوفه برضو الولد الأشوال اللي بلعب ناحية اليمين اللي أحرز هدف التعادل وقدر الفرقة تعمل من خسارة واحد صفر لثلاثة واحد تمام أسازنكم نروح لفاصل نعرف تشكيل لقاء اليوم أهلا بحضراتكم مرة تانية قبل لقاء اليوم الجولة الخمسة بين الأهلي وبتروجيت في دور الجمهورية موليد الفين وخمسة نشوف مع حضراتكم جدول ترتيب دوري الجمهورية موليد الفين وخمسة قبل لقاء اليوم من الأهلي وبتروجيت انبي في الصدارة انبي في الصدارة برصيد عشر نقاط من أربع مباريات كل الفرق لعبت أربع مباريات وهنا فيه انتظام فيه شكل المسابق الأهلي في الوصفة في المركز الثاني برصيد ثمان نقاط يتساوى مع برامدس اللي في المركز الثالث أيضا برصيد ثمان نقاط المولين في المركز الرابع سبع نقاط الزمالك في المركز الخامس برصيد سبع نقاط طلع الجيش في المركز السادس سبع نقاط للتحاد السكندري المركز السابع ست نقاط وزيد 6 نقاط بتروجيت لا ليكون ويكون طرف في لقاء اليوم في المركز التاسع برصيد 6 نقاط وهادي دجلة في المركز العاشر سموحها للمركز الـ 11 غزل محالة في المركز الـ 12 سيراميكا في المركز الـ 13 برصيد 4 نقاط المصري في المركز الـ 14 اسماعيل في الـ 15 البنك الأهلي في المركز الـ 16 وفارقه 17 وفي آخر الجدول في يوتشر برصيد نقطة في المركز الـ 18 قبل ما نروح لدكتور أحمد سابت ونسأله عن الكابتن سامر عبد الرحمن نروح لملعب المباراة ومعنا زميلنا فاروق صلاح تحياتي نيكا فاروق وتحياتي الكابتن حشيش والدكتور أحمد ثابت اتفضل يا فاروق كل التحية للكابتن أسامة حسني وكل التحية لنجوم من الستوديو التحليلي كابتن مصر لكابتن محمد حشيش والدكتور أحمد دا ثابت وكل التحية لكل مشاهدين مشاهدي ومتابعي شاشة القناة النادل أهلي في كل مكان من جديد بيتجدد بين الموعد في تاني إطلالة لملعب الأجبال هنا في ملعب النادل أهلي بمدينة ناصر على الهواء مباشرة بناء المباراة طبعا الأهلي موليد 2005 أمام فريق بيترو جيت زي ما حضرتك استعرضت جدول المساب أو ترتيب الفارقين خلينا أقول لك يا كابتن أسامة أن النادل أهلي خاد أربع لقاءات حقق الانتصار على فريق الإسماعيلي بسلسة أداف مقابل أدف ونفس النتيجة حقق بها الانتصار على فريق المصري تعادلين للنادل أهلي كان أمام فريق الانتحاد بالأسكندرية بهدف لكل فريق وتعادل سلبي أمام فريق بيرامدز بالنسبة لفريق بيترو جيت النهاردة خاد أربع لقاءات فاز على سيراميكا أربعة اتنين وعلى فيوتشر بهدف مقابل لشيء وطلق لزيمة من أمبي وبرامدز بهدف في كلا المباراتين النادل أهلي طبعا لكابتن سامر أعلن تشكيله لذي المباراة اللي يقوده في هذه المباراة حازم في حراسة المرمى قدامه اتنين مساكين عبدالله بستانجي ومعتز محمد في اليمين اللاعب سيف أيمن وفي الشمال طارق فوزي في دائرة المنتصف يوسف سيد عبدالحفيز واحمد وحيد قدامه مسلس مكوى من محمد عبدالله ويوسف عفيف ومحمد رافط خلف رأس الحربة محمد زعلوك على الجانب الآخر الكابتن رحمد شعبان المدير الفني لفريق بيترو جيت أعلن تشكيله لهذا اللقاء أربعة تلاتة تلاتة هي طريقته في هذه المباراة حمزة خالطة في حراسة المرمى قدامه الرباعي حسن أحمد أحمد عز أحمد سيد أحمد منصور في منتصف الملعب تلاتة علي ناصر إسلام تامر جمال فوزي مسلس هجومي أحمد حلمي زياد سامح وعبدالله عصام طاقم تحكيم لازي المباراة كابتن محمد محمود حكم الساحة يعاون عبدالعزيز محسن مساعد أول والحكم الثاني محمد موسى دي كانت كل الكواليس كل التفاصيل أنا موجود معاك كابتن أسامة لو فيه أي استفسار أو أي تساول وإحنا بنشكرك شكرا جزيلا زمينا فاروق صلاح دكتور أحمد كابتن سامر عبدالرحمن مدير فاني لألفين وخمسة السنة الفاتت كان مدير فاني لألفين وست حقا نجاحات لكن تحدي جديد مع الفين وخمسة طبعا كابتن سامر عبدالرحمن أنا كنت بشوفه السنة الفاتت واحد من أفضل المديرين الفنين في قطاع النشئين في النادي الأهلي السنة دي بيخد تجربة فيرة ألفين وخمسة السنة اللي فاتت ما حصلتش على الدوري السنة دي بيحاول هو يحط بصمته وياخد الدوري السنة دي دايما هو مستو أنه هو بيلعب كرة هجومية بيلعب كرة النادي الأهلي عليته عليها هجومية دايما بيفاتح الجيم بنشوف تاكتك في الدربات السابقة بيبقى كويس بيعلم اللعبة وبيأسسهم صح من البداية فإن شاء الله نشوف كرة هجومية النهاردة يمكن هو بيلعب الأربعة أ Toronto أو الأربعة أتنين ثلاثة واحد خط الخالفي سيف أيمان باكريت عبدالله بستانجي معتاز محمد 2 مس thin طريق فوزي باكليفت هو كابتن سامر هو سيف أيمان كان جناح كان وينغ السنة دي هو موظفه كباكريت طريق فوزي برده كان جناح السنة اللي فاتت السنة دي موظفه كباكليفت فالأربعة النهاردة عبدالله بستانجي واحد من المساكين إن شاء الله للسعادين بقوة معتز محمد برضو مساج كويس عندنا سيف أيمن نحية اليمين وطرق فوزي الاتنين الارتكاز يوسف سعد عبد الحفيز وأحمد وحيد قدامهم يوسف حفيفي نحية الجناح شمال رقم 10 والجناح اليمين محمد عبد الله ومحمد رقفة هو اللي بيبقى المهاجم اللي تحت محمد زعلوك المهاجم اللي جاي من ودي دجلة واللي الناس برضو مستنية تتفرج عليه مهاجم جاي طبعا هو لازم نقول برضو أنه هو مكانش جاهز وكابتن سامر بيحاول أنه هو يجهزه بدنيا لسه ده لو بيديله 30 دقيقة في 30 دقيقة النهاردة بدأ به طبعا عايز أنه هو إن شاء الله يكسب المباراة ويكون يعني جهز نوعا ما أخذ دقائق كتير فبدأ به من المباراة وده برضو دور الصفقات الجديدة يعني النادي الأهلي الحكاية التدعيم في قطاع الناشئين ده مهم جدا النهاردة أنت بتروح تجيب اللعيب ولما بيجبر في النادي في عندي بتطلب 20 و30 مليون فأنا النهاردة لما جيبه في سن صغير بالتمن القليل ده حتى لو جبته ب2-3 مليون لغاية 5 مليون أنا بوفر على نفسي إن أنا أولا بأسسه صح بشربه يعني إيه النادي الأهلي وده إيه النادي الأهلي لما يلعب النهاردة في قطاع الناشئين في النادي الأهلي ويتأسس من البداية ويخش التتش ويتأسس ويخش أهل مدينة نصر ويعرف يعني إيه النادي الأهلي طبعا ده حاجة مهمة يعني حاجة مهمة والنهاردة بنشوف محمد زعلوك اللي جاي من ودي دجلة حاشيش البداية النهاردة المباراة على ملعبنا بداية النادي الأهلي إزاي كابتن سامر هل هيبدأ ضغط عالي ولا ممكن يبقى عنده تحفظ رأيك إيه وجده هو طبعا برضو تكمل الكلام أحمد يعني هو سامر من نوع اللي هو بيحب التحديات وهو تعرض عليه على فكرة أنه هو يكمل مع فرقته 2006 إنما هو عايز تحدي جديد وهو من نوع اللي بيعني بيحب يعني يظهر اللعيبة ويحب يوظف اللعيبة شايفين زي ما أنت قلت أنه في توظيف جديد للعيبة عن السنة اللي فاتت يعني سيف آيمن ده كمان كان إيه جايبه من الوينج ليفت يلعبه باكرايت فده طبعا هو شايف حاجة معينة فيه الانتدابات الجديدة لسه طبعا لسه طبعا الانتدابات الجديدة ما يعني ما جهزتش مئة في المئة هو هيبدأ طبعا ضغط من البداية الماتش ده مهم يا وسامة قوي بالنسبة للكابتن سامر الناد الأهلي عشان المباراة الجاية حيقابل إنبي في إنبي اللي هو متصدر وانت عارف إن البدايات بتفرق واللي بيركب من الأول بيستمر يعني أنا بشكركم شكرا جزيلا عشان وقتنا هنروح لفاصل وبعد الفاصل ملعب المباراة ومعلقنا المميز تامر عبد السلام ونشوف حضراتكو بين شوطاي المباراة المباراة